بسم الله الرحيم والصلاة والسلام وعبوث الرحمة العالمين دغاء عظيم جدا يقال الاثنائي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه اكثر الناس ثوابه عظيم جدا جدا اه ان كان الحديث ضعيفا لكن اه اسوال حدثكم شواهد كثيرة كثيرة جدا في السنة تقوي هذا الحديث اول الحديث بيقول اه عن جعفر ابن عيسى ابن المتوكل وعندما يقول بسنده الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول له هذا الحديث رواه الامام التبراني في المعجم الاوسط وفي المعجم الكبير ورواه ابو حلية ورواه ابو نعيم في الحلية ورواه الامام اسماعيل اصفهاني في ترغيب وترغيب وموجود في كتب كثيرة جدا من السنة سوال حضرتكم الحديث ثم حضرتكم الادلة القوية جدا لا يتقوي هذا الحديث العديس بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال جزى الله عنه محمدا بما هو أهله أتعب سبعين كاتبا ألف صباح أتعب سبعين كاتبا ألف صباح يعني أتعب سبعين كاتب ألف صباح يعني أتعب سبعين كاتب من الملائكة في كتابة الأجر لمدة ألف يوم يكتبوا الأجر بتاع الزكر ده أو ضعاء ده عشان يوفوا الشخص الجملة البسيطة حقه في السنة عنا بسراصل يبقى الزكر ده يسوي قد إيه في الحسنات بأن لو قلت لو قلت مئات المليارات أو ألف المليارات من الحسنات يعني سبعين كاتب يقعدوا يكتبوا في سوابه ألف يوم طيب إيه بقى الشواهد اللي يقوي هذا الحديث أولا زي ما قلنا قبل ذلك ما قلنا قبل ذلك أن الحديث الضعيف الحديث الضعيفة معمولون به في فضاء الأعمال وفي كثير من الأحكام الفقهية خاصة عدم وجود نص صحيح يعتمد عليه فالتجل العلماء إلى الحديث الضعيف فيقدمونه على مصادر التشريع كالاجتهاد والقياس والمصالح المرسلتي وغيرها من مصادر التشريع وهذا رأي جمهور الأئمة كثير جدا من الأحكام الفقهية والحلال والحرام ببنية لأحديث الضعيفة كثير جدا طبعا هذا لمن يقرأ لمن يقرأ وأي واحد دارس للفقه وتكلمت قبل ذلك عن أحكام فقهية هامة جدا وحساسة جدا ببنية لأحديث الضعيفة دي أول حاجة الحاجة الثانية الحديث ده ضعيف بسبب واحد اسمه جعفر ابن عيسى لمنه متوكل طيب جعفر ابن عيسى ده إيه أنا أبحثت في السيرة بتاعته في السيرة الزاتية بتاعته عشان أتأكد من دليل تاني بيقوى الحديث ده أحد المحدثين أو أحد من أهل الحديث قوى الحديث وحسنه اسمه أبو زرعة أبو زرعة قال على هذا الرجل صدوق وقال لابحثت في السيرة هذا الرجل لقيته كان موجود في أيام الدولة العباسية يعني في قرن التاني الهجري في وقت خليفة المأمون تعلمين خليفة المأمون ابدي الخليفة هارون رشيد طبعا خليفة هارون رشيد كان رجلا صالحا زاهدا كان بيحج عام ويجهد في سبيل العام وطبعا كلام اللي بيقال على هارون رشيد كله كذب إنه كان بتاع نساء وتاع موسيقى كل الكلام ده كلام كذب هارون رشيد كان بيصلي مئة رقعة في اليوم وكان بيحج سنة وبيجهد في سبيل الله سنة وفي عهده وصلت تسعة الامبراطورية الإسلامية إلى أبعد الحدود وكان العصر الزهب للفقه كان العصر الزهب للفقه في زمن الدولة العباسية يعني دولة الأموية ودولة العباسية طب خليفة المأمون ابن هارون رشيد طب خليفة المأمون يعني خلفي كافر ابن عيسى ده كان ما جوثث في زمن خليفة من أمر فخليفة المأمون عينوا قاضي القضاء في مدينة البصرة في مدينة البصرة في 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 زمن طب الله عليكم أن ما واحد يتعين يعينه قاضي القضاء في مدينة عريقة زي مدينة البصرة ومعروف من الأراء كان في مدية العلم في الدولة العباسية كان في مدية العلم يعني بغداد والبصرة فالراجل ده كان ايه في العلم ده بشكله بس هذا رجل مات في شهر رمضان ده يدل على الحسن الخاتمة ان شاء الله إذن المأمون عارف انه راجل عالم و كل الولي قضاء قضاء البصرة ده معناها انه راجل على العلم كبير وفي زمن زي ده والخليفة المأمون ده ابن الخليفة هرون الرشيد يعني يرجى له الصلاح ده تربية هرون الرشيد يبقى إذن ده كل ده دل وتحسين أبو زرعة قال عليه انه صدوق يدل بعدين فيه سواهة تانية بقت في السنة كتير تقاضيوا هذا الحديث أولا حول حدثكم بعد الشواهة طبعا السواب العظيم الموجود في الحديث ده خلينا نمسك فيه نتشبز به ونتركوش أبدا إلما قلت الزكر ده أتعب سبعين كاتبا ألف صباح طب الشواهة ده في السنة قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافؤوه فإلا تجدوا ما تكافؤوه به فادعوا له حتى تروا أنكم كفقتموا وإذن الدعاء رسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه رسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو أنت إنسان أصدق ليك معروف ما تشقادي أنت كفقه أبلغ في الدعاء أبلغ في الدعاء عليه في الدعاء له هتتحس أن أنت كفقته هتتشعر أنك كفقته وفي رواية تانية فقل له جزاك الله عني خيرا فقلت له ذلك فقلت وفيت حقه وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من قال لأخيه جزاك الله عني خيرا فقلت أبلغ فقلت أبلغ في السناء فقلت أبلغ في السناء طب بلا عليكم في حد في الأمة كلها له فضل على الأمة زي الرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل من أكثر للناس فضلا بش على الأمة بس على البشرية كلها بش هو الرسول صلى الله عليه وسلم فiterلا بذلك هو من أحق الل rows خيرا بذلك أن نقول الله عنه للحسن ويقال له جزاك الله عنه خيرا أو جزاك الله عنه في إيصاب الله عنه ليساسخه ربما بإنها مشكل فقط وإننا ذهب العائلة أحدكم الأدلة. لو يعلم أحدكم ما في قوله ما له في قوله لأخيه جزاك الله خيرا لأكثر منها بعضكم لبعض. يعني سيد عمر بيقولك لو يعرف كل واحد فينا سواء بكلمة جزاك الله خيرا لما كلنا لقولها البعض كنا نكسر من هذه الكلمة كنا نكسر من هذه الكلمة طب يا بأيزا يستأنس من ذلك أن فعلا الرسول عليه السلام يقول لنا قلوا لي أو قلوا كل يوم أو قلوا جزا الله عننا محمدا بما هو أهله لأن الرسول عليه السلام هو أولى الناس وحق الناس بهذا السناء وهذا الدعاء إذا كان إحنا الرسول عليه السلام يوصينا أن احنا نقول لبعض بهذا الدعاء مش هيقول لنا أن احنا نقول له هو أو ندعو له هو سواء كان في حياته أو بعد ما ماته جزا الله عننا محمدا بما هو أهله بأيزا المسألة مش محتاجة إذن فعلاً المنطق والعقل والقياس والاجتهاد يقولوا فعلاً أن الرسول والسلام فعلاً علمنا أنه زي ما نحن نشكر بعض بالجملة دي وأنه نحن نشكر الرسول والسلام بالجملة دي لأنه نحن نرد الجميل للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك في الحديث كافئ اللي بيعمل لك معروف بادرتش تكافئه ادعيله أو قوله جزاك الله عننا خير طبعاً نكافئ الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي. يبقى من باب اولى ان احنا نقوله. يبقى ان احنا نقول جزى الله عننا محمدا بيبقى هو اهله. فعلا. طب الله عليك لما تقول الجملة دي. وسبعين ملك يعضوا الف يوم يكتبوا في السواب. يبقى هتاخد كم حسنة. ده ده ذكر يتساب بالله عليكم. لذلك يعني انا في كل ورد لي في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بالشيء يذكر. ايه الدعاء ده. بعد كله صلاة. طبعا الدعاء ده ما لهش حد. يعني هو بيقولك الحديث. اللي بيقوله. يعني اللي بيقوله بيقوله مرة واحدة. اتعب سبعين ملك كاتبا. وكلمة اتعب او او عضل ملك دي موجودة في عاد السنة كتير. خلي بابكم. وده برضو يتقوى الحديث. يعني عندك مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتاعت سيدنا داود. ان الصحابي اللي قال في الصلاة اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مبركا فيك كما نبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ملء السماوات والارض. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت بضعة وسلطين ملكا يبتدرونها يوم ما اكتبها اولا. ثم صعدوا بها الى رب العالمي سبحانه وتعالى قالوا ان عبدا لك قال مقولة لا نعلم كيفا اكتبها. قال اكتبها. ماذا قال عبدي قال كذا كذا. قال اكتبوها كما قال عبدي. حتى يوافيني في اجازية بها. ما تقدرش في حسنات. لما سيدنا داود قال اللهم اني اللهم لك الحمد كما ينبغي لعز وجهك. لكرم يواجه وجهك وجلالي قدرك. ربنا اوحل داود قال له يا داود اتعبت الملائكة. وفي رواية عضلت الملائكة. مش عايفيني يكتبوا الصحاب ازاي. يبا ايزان كلمة اعتعبتها دي. موجودة في كذا كتاب. حتى رسول الله عليه الصلاة في الثناء كان يقول. نصني اللهم اننا نصني. ونعوض بك منك. لا نحصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك. يبا ايزان يبا ايزان يبا ايزان في ادعية. يبا ايزان كلمة اعتعبت الملائكة عضلتها دي موجودة في حديث ثانية. وده يقوي الحديث. يبا ايزان الحديث متنه مش غريبه ولا حاجة. الحديث المتنه ده موجود في حديث تانية. وبعدين اللي يقوي السواب ده. ان انت مش بس ان انت بتشكر الرسول صلى الله عليه وسلم وتدعو له بالاصالة عن نفسك والنيابة عن الناس. لان انت بتقول اييه جزى الله عننا محمدا دي ما هو اهله. انت بتشكر الله عنني. يبا انت بتشكر رسول صلى الله عليه وسلم او تسني عليه. بلسانك ولسانة الامة كلها. يبا ايزان هتاخد شكر الامة كلها اللي رسول صلى الله عليه وسلم ويقول ده سبب الاسباب عزم السواب لانت بتشكر بتشكر رسول صلى الله عليه وسلم مش عن لسانك بس عن لسان كل الامة ويأكد كده ان رسول صلى الله عليه وسلم لما حب ان هو لما جاء يدبح عليه الصلاة والسلام ده مش دبح كبشين اقرانين ابل حين هل هذا لي ولأهلي والاخر لغير القادرين من امتي يلوم القيامة يبقى كل واحد ما كنتش قادر ان هو يضحي عاش ومات من غير ما يضحي الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عنه هايلاقي سواب اضحية اذا كان انسان صالحا وكان عنده انه ضحى بس ما عندهش القدرة المادية هايخش في السواب هايخش في الجبش اللي رسول صلى الله عليه وسلم الغير القادرين من الأمة كلها. والصواب وصل لكل الناس. يبقى لما يقول جزى الله عن محمدا بما هو أهله يبقى أنا أخذ صواب الأمة كلها في السنة على رسول صلى الله عليه وسلم. فطبقا يبقى إذاً صوابه حظيم جدا. لذلك يريد كلنا نقصر من هذا الدعاء. يبقى كل ما تصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك ورد مع نبي صلى الله عليه وسلم. سواء كنت تصلي عليه بعد كل الصلاة في الصباح والمساء. قل جزى الله عن محمدا أو جزى الله عن سيدنا محمدا بما هو أهله. أو جزى الله عن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما أهله. أو جزى رسولنا محمدا. ويكون لك وارت ثابت بعد كل الصلاة. بعد أسكر الصباح والمساء. كل ما تصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم يكون لك هذا. فأنا سأكتب لكم الحديث بالسند بتاعه بكل الأدلة التي قلتها دي في الوصف بتاع الفيديو تحت العنوان. هنا لتنسخوا هذا الكلام وتنشروا ونشروا هذا العلم في ثواب عظيم. ونعلم علما في النهو أجر ونعمل اليوم القيامة. لنقذ ذلك من قرنب شايت وشوش تفعيل الجرس والاشراق في قناة. ليصلكم كل جديد ولساعدوني عشر السنة النبوية. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم.